بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن من الغايات التي لأجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى أن نتزكى بالأخلاق الحسنة قال سبحانه وتعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا هناك غايات ثلاثة هي المهمة التي أوكلها الله لكل إنسان منا هذه الغايات هي العبادة وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والعمارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والتزكية بالأخلاق الحسنة كما أشرنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هناك قيم أخلاقية رصينة تغرس لكل إنسان من الحب في قلب وعقل كل من يراه من هذه القيم قيمة الابتسامة الإسلام لا يعرف تهجماً ولا يعرف خشونةً ولا يعرف عبوس الوجه وتقطيبة بل إن الإسلام يأمر بكل ما هو خير بصناعة الجمال بالإنسانية بالألفة بالحب بالسلام بالأمن بكل ما يحقق هذه المعاني السامية هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال شخصية تتصف بالمرونة والانبساطية والإنسانية وحب الخير للغير وما شابه هذه الأمور الأخلاق لها مكانة عظيمة في الإسلام حتى إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علّل الرسالة بالأخلاق وبإشاعة مكارمها فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فحسن الخلق هو سبيل الرئيس للكمال في الإيمان بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يخبر إذا كان كل إنسان منا يريد أن يثقل موازينه يوم القيامة ونضع الموازين القصط ليوم القيامة إذا أردت أن تثقل موازينك يوم القيامة فإن من الأسباب الرئيسة التي تثقل موازينك يوم القيامة الأخلاق الحسنة وهذا بنص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تتسامى بنفسك وترجو أن تكون في قائمة من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسطر اسمك في هذه القائمة فعليك بالأخلاق الحسنة لقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تستطيع من خلال هذه القيمة الجمالية هذه القيمة الإنسانية هذه القيمة الاجتماعية قيمة الابتسامة أن تحقق كل ما سبق نعم أن تحقق الكمال في الإيمان وأن تحقق الموازين المثقلة وأن تكون في قائمة من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحقق القرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ثقافة الابتسامة هذه الثقافة وهذه القيمة التي تخبر عن صفاء ونقاء سريرة صاحبها هذه القيمة التي تدخل على غيرك الفرح والسرور والقبول وغير ذلك من الأمور هذه القيمة التي هي في ذاتها صدقة لك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه القيمة التي لم تفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جرير كان يقول لنا ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق فما أجمل أن نجد هذه الثقافة منتشرة بين زميلين بين صديقين بين جارين بين أب وولده بين رئيس ومرؤوسه بين الزوجين في هذه العلاقة الزوجية ما أجمل أن نجد هذه الثقافة في عملية البيع والشراء في التجارة حتى يرزق هذا التاجر ويكون الأمر له مملوءا بالبركة ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا أو رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى هذا كلام سيدنا رسول الله بل لك أن تدرك أنك من خلال ثقافة الابتسامة تنال مغفرة الله سبحانه وتعالى يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الله قد غفر لرجل كان ممن قبلكم ماذا يصنع؟ كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى هذا كلام نفيس جاء على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الخلق الذي يعبر عن منبع صافي ويعبر عن نفس تمتلئ بالحب والرحمة والتسامح والإنسانية ويعبر أيضا عن قلب يمتلئ بالصفاء ليس فيه قيم الحقد والبغض وما شابه هذه الأمور فعلينا أن نحقق هذه الثقافة بيننا نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم